أما فيما يتعلق بمخلفات الوضعية الجوية الأخيرة فقد غمرت مياه سيول الأمطار الجانب الشرقي لأحدى المقابر بعزابة في ولاية اسكيكدا حيث لم يتمكن العديد من المواطنين من زيارة قبور موتاهم منذ بداية فصل الشتاء نتعرف على التفاصيل مع محمد حمد في هذا التقرير المواطنون ممنوعون من زيارة قبور موتاهم هي حقيقة تشهدها مقبرة عزابة منذ بداية فصل الشتاء بعد أن غمرت مياه السيول القبور وسدت الطرقات إليها وفي وقت غابت السلطات وغابت معها الجمعيات المناسباتية تكفل مجموعة من الشباب بامتصاص المياه وتنظيف جوانب هذه القبور بعد تأثرهم بما يحدث وضع كارثي في المقبرة وعلى هذا الأساس تصلنا بعضنا نحن كفوش أهل العزم وشفنا المكان هذا يعني حالة يرثى لها صراحة رأنا من الصباح ديجا ونحن قاعدين نخدمه وهكذاك وتطلب يعني مش عبد ومش زوج يعني تطلب تكاتب الجهود من الطبيعي أن يمنع مواطنون من زيارة قبور موتهم في بلدية عزف مسؤولها عن الاهتمام بانشغالات قدمها أهلها بالحضر فما بالك بأهل القبور من سكيكدا محمد حمد لتلفزيون النهار